حق أن مادة الهيليرونيك الجيلاتينية مش سحر مش شيء سحري أنت أول ما تغضو أو تتحقن في الرجبة هتلاقي نفسك رجبتك بقت كويسة وقمت تجري طيب أنا بقولي الكلام ده ليه؟ لأن فيه كلام دعاية كتير أنا بسمعه من بعض الأطباء في التلفزيون بيقولوا أنه إنت لو حقنت دي المادة اللي نشفت في الرجبة وإحنا لو إحنا حقناها إنت رجعت تاني ابن عشرين سنة وإنت رجعت أحسن واحد في الدنيا طبعا الكلام ده ليس صحيحا مادة الهيليرونيك ده علاج محترم جدا ما ينفعش إن إحنا نسوق له دعائيا أو بالدعاية علشان الناس تعملوا وهم مش فاهمين هم بيعملوا إيه؟ لكنه مش سحر مش أول ما تحقن رجبتك هتلاقي نفسك خفيت وقدرت تقوم تجري الكلام دوت مش صحيح الحق